المرة الثالثة تقريباً مبروك بجد الألبوم ما شاء الله كنت متوقع أنه هو بمجرد نزوله يحقق المجاح ده مش حد متوقع حاجة للنجاح بتاعه دكتورة بس أنا تعبت على الألبوم ده بصراحة فترة كبيرة اشتغلنا عليه بقالنا حوالي سنة وطمع شهور سنتين كمان ده خلف سنتين بنحضر في الألبوم وأنا قبلها كمان اتأخرت على الناس فترة كبيرة فيعني الحمد لله الحمد لله فيه أغاني كتير عجبت الناس ودي حاجة يعني أسعادتني بجد وكنت مبسوط قوي من ردود الأفعال والنسب بتاعت المشاهدة وكده الحمد لله يعني كويسة جداً الحمد لله طيب قبل ما نبدأ نتكلم أكتر عن الألبوم إيه رأيك تسمع دلوقتي الناس أكتر حاجة أنت حاس أنها سمعت مع الناس من أول ما الألبوم ماشي هنقول ما نبدأ كده قول عملنا إيه عملنا إيه عملنا إيه إيه زنبنا إيه اللي بنتحاسب عليه عملنا إيه عملنا إيه عملنا إيه إيه زنبنا إيه اللي بنتحاسب عليه الطيب عيب الصبر عيب الحب عيب عندكم عيب ولا إيه لمين لمين الحب والإخلاص لمين سنين سنين ضاعت عشرة السنين لمين لمين الحب والإخلاص لمين سنين سنين ضاعت عشرة السنين يا مجرحين يا تعبنين نلاقيها من مين ولا مين والله هنا لقيها من مين ولا مين عندك حق والله يا محمد انت غاني الألبوم ده كده مش مريحيني من اللي أنا سمعته منها لحد دلوقتي ولسه نسمع من المشاهدين في حاسيس كده جوه محمد شهين مش مرتاح لها ليه بس انت شكلك في حاجة مضيقاك خالص والله بالعكس ده طب اللون الحزيني كان ماله كده لا خالص والله بس الغنوة دي بالذات لها موقف معايا وانا باخدها يعني من الملحن ايه بقى؟ يعني طبعا انا لو هتكلم اكيد هنتكلم عن كل الملحنين المؤلفين بتوع الالبوم والموزعين بس الغنوة دي طبعا هي الحن العبقري عزيز الشافعي والحانه كلماته والحانه كلماته والحانه وتوزيع أستاذ الكبير أمير محروس الغنوة دي لما جيت اختارها يعني من عزيز فكان هو مش عاوز يسمعها لي كده كان هو عاملها يعاني للحاجة معاينة بعد كده انا قلت له انا عاوز اخد الاغنة ولازم اخدها وكده عجبتني جدا جدا اللحنة والكلام بتاعها يعني بصراحة شدوني او اول ما سمعتها من عنده فخدتها وخدت كمان جنبها ابن عمي ابن عمي اه اه فكلمت قلت له لو مش هاخد دي مش هاخد دي خلاص يعني